السلام عليكم ورحمة الله اليوم ان شاء الله نحل اسئلة الرياضيات لقسم الاشراف التربوي اسئلة شاملة لمادة الرياضيات لسنة 2024 قبل ما ابدأ بالاسئلة امهاتنا العزيزات ان شاء الله اولادكم مقبلين على الامتحانات النهائية امتحان الوزاري اللي اطلبه من عندش عزيزتي الام من يرجع ابنش او ابنتش من الامتحان لا تراجعوا لهم المادة اللي امتحنوا بيها راح تصححين تقولين هذا شحليت وهذا شحليت وهذا شحليت اذا الطالب عنده خطأ او البنية عندها خطأ لا تلومونهم لا توبخونهم لا تقولون انا مو علمتك واني مو حشيت واني مو قلت انت راح تأثرين على ابنش او ابنتش تأثرين على نفسيته هو مقبل على امتحان اخر فبدال ما تراجعي له الامتحان اللي امتحن وكمل خلي الاسئلة بصفحة واجلي المراجعة الى ما بعد الامتحانات كاملة الى ما بعد الامتحانات ورا ما يخلص الطالب وما تخلص بعد امتحان اخر امتحان يمكن العلوم يرتاح وينام ثاني يوم ها ماما طلعين اسئلة الاسلامية اسئلة العربي هذا اذا ما تقدرين الا تراجعين لان اذا يعني الطالب هو اصلا مرهاق وراجع من الامتحان تعبان وورا امتحان ثاني شنو الفايدة انت اذا لقيت خطأ اذا لقيت خطأ وبديتي تحلين الخطأ وتقولي له انا ما علمتك هالشكل وانت ما يفيد بيك وانتي انتي فؤلة وما عرف حشاكم يعني والعفو هالشكل يعني شنو الفايدة من مراجحة الاسئلة ترى ما بها ايفادة وذا تقولين حتى يتعلم من اخطأه اذا هو كل السنة ما تعلم من اخطأه ما يلاحق بهذا الاسبوع يتعلم من اخطأه لان الطالب تحت ضغط كبير وكل السنة انتو تخوفونهم بالوزاري الوزاري الوزاري ها قد جاء الوزاري يعني انا متأكدة الطالب يمكن 3000 مرة سمع كلمة وزاري هاي الكلمة صارت عنده مثل الوحش مثل الاشي الصعب انتو صعبتو عليهم الوزاري نعم المناهج صعبة 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 بس فوقها ضغط الاهالي يعني بدال ما ابني بنتي عيني احنا امتحننا وكملنا نركز على الامتحان الثاني واذا ما يفيد لازم تراجعي له ولو انا ابدا ما انصح مراجعة بعد الامتحان اذا تريدين تراجعين راجعي له شوفي اخطاؤه لكن لا تبدين اي ردة فعل خلي ردة فعلش الى مع بعد الامتحانات والله يا عزيزاتي الامهات انا هذي مرت بي بنتي في سنة من الاسنين مو هاي السنة الفاتت اللي قبلها بنتي متفوقة بامتحان الاسلامية الحمد لله ماما جاوبت فول بامتحان العربي نست فرع مكون من درجتين فرع مكون من درجتين وما لمتها عبرنا الامتحان اجتني بامتحان الرياضيات ها ماما شون جاوبتي ماما خربطت ماما ما عرف اش سويت تبتشي وترجف واني بهذا السؤال ما عرف اش سويت وهذا السؤال ما كملته يعني وهي شاطرة ومجتهدة وما قلت لها ما يخالف بنتي ما يخالف علينا بالامتحانات الجاية ولا اعرف شنو الخربطة اللي خربطتها قلت لي ما عرف يعني كان سؤال معين احتفظت بملاحظتي الى ما بعد الامتحانات بس انا يعني اغلي من داخلي اغلي غليان من داخلي على الخربطة اللي خربطتها زيان امتحنت امتحاناتها راحت على الامتحان الثاني الانجليزي وراحت على العلوم راحت الى آخره يوم النتائج واذا بالامتحان اللي قالت خربطت بي ما اخذ اربعة وتسعين يعني هاي نتيجة انا اتقبلها بالامتحان الثاني اخذت مية بالانجليزي اخذت مية لان بالامتحان الرياضيات ما وبختها ما انبتها ما رجعنا راجع ساعتين شاوبتي 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 هاي الساعتين اللي تراجعين بيها الرياضيات وهو ممتحن راجعي بيها المادة الاخرى اللي راح يمتحن بيها ليش تراجعي الرياضيات والرياضيات فات فاني خليت يعني خليت اجلت يعني ملاحظات اللي ردت اقولها البنتي بعد الامتحانات صبرت صبرت آخر يوم امتحان مو آخر يوم ثاني يوم شكوا كلام ردت أقوله قلت لبنتي والملاحظات والأشياء اللي ردت أقولها وش سوتي وش ما سوتي بس قيمت بعد ما ارتاحت وخلصت الامتحانات كاملة أنا طولت عليكم لكن والله يا عزيزات الأمهات الامتحان يبقى الامتحان يعني هو هذا طفل عليها ضغط فأنتوا لا تضغطون عليهم فوق ما المناهج صعبة فوق ما هو سنة كاملة فلا تضغطون عليهم وخلوهم يمتحنون بسلام وخير وسلام ان شاء الله هذا الملاحظة اللي ردت أقول لكم ياها ان شاء الله يا رب النجاح والتوفيق والدرجات المرضية لأبنائكم وإلكم والمعلمهم ان شاء الله نحلم عن أسئلة الأسئلة الشاملة لمادة الرياضيات بسم الله الرحمن الرحيم هذا انتوا طلاب احنا طلاب ونستلمى الأسئلة سمي بسم الله أيها الطالب أيها الطالبة نسمي بسم الله الرحمن الرحيم نقرأ الأسئلة على كياتنا ونبدأ نجاوب هسا احنا نبدأ نجاوب بالامتحان نكتب هذا السؤال الأول نبدأ نجاوب السؤال أول السؤال الأول شاعدنا سؤال الأول ألف مكتوب سؤال الأول ألف نكتب سؤال الأول ألف شا مكتوب؟ مكتوب أولا أولا بعمق 73 متر أكتب عددا صحيحا لخمس فقط عددا صحيحا لخمس فقط أولا بعمق 73 متر تحت سطح البحر أكتب أولا فراغ 73 و70 وأخلي أرقامي واضحة الثلاثة تكون هكذا 73 عمق العمق أعزائي كلمة عمق يعني سالب سالب 73 متر تحت سطح البحر والأفضل نكتب ميم 73 متر تحت سطح البحر سالب 73 ثانيا دير بالكم هاي ثانيا هذه ثانيا نكتبها هنا ثانيا فراغ درجة حرارة 12 فوق الصفر 12 12 موجب درجة حرارة هاي العلامة ما لدرجة الحرارة إذا كتبتوها أو ما كتبتوهم وإشكال بس حتى يكون جوابنا نموذجي ثالثا إيداع إيداع 60 ألف في المصرف إيداع يعني إحنا الإيداع يعني موجب إيداع يعني موجب وما ننسى الأرقام كم صفر عندنا واحد 2 3 4 وتكون أصفاري واضحة 6000 دينار رابعا بمستوى سطح البحر بمستوى سطح البحر يعني شقد صفر وخلي الصفر بين قوسيا يعني حتى يكون واضح خامسا غوص خامسا الغوص أعزائي سالب الغوص سالب 60 متر سادسا عدنا ربح سادسا ربح الربح يعني موجب وتنتبهون كم صفر عدنا 4000 ربح الربح يعني موجب وعدكم واحدة ترك نترك أي واحدة نترك مثلا أي واحدة نكتب عليها ترك هذا السؤال الأول وصلنا السؤال الأول باء عسى احنا قاعد نمتحن ونحل بهالترتيب هذا السؤال الأول باء ماذا يقول دائرة قطرها 20 سنتيمتر سؤال الأول باء دائرة قطرها كم 20 سنتيمتر جد محيطها جيد محيط ومنطيني قطر محيط ومنطيني قطر ممتاز يعني أحتاج القطر بالمحيط أحتاج القطر سؤال الأول باء أكتب محيط الدائرة محيط الدائرة يساوي القطر في النسبة الثابتة عند المحيط أحتاج قطر عند المحيط أحتاج قطر ممتاز فهو قال لي استعمل 3.14 يعني π تساوي 3.14 نكتب محيط الدائرة يساوي من طين القطر 20 سنتيم في 3.14 محيط الدائرة يساوي نضرب 20 في 3.14 أولاً علمتكم ما تضربون الصفار الصفر ينزل بالناتج الصفر بالضرب ينزل بالناتج أضرب 2 في 3.14 بدون فاصلة هاي 2 العدد الأكبر فوق 3.14 في 2 وين راحة الفاصلة؟ الفاصلة ترجع بعدين بالناتج 2 في 4 8 2 في 1 2 2 في 3 6 الناتج ينزل هنا 8 2 6 ما ننسى المراتب العشرية 1 2 هاي 1 2 2 سنتيم هذا محيط الدائرة 62.8 سنتيم محيط الدائرة سؤال الثاني نحلو في ورقة أخرى السؤال الثاني السؤال الثاني ماذا يقول السؤال الثاني؟ أجب عن فرعين تابهو هنا أجب عن فرعين عندي فرع الألف وألف وباء وجيم ألف وباء وجيم لا تنسون تتركون فرع أجب عن فرعين هنا مثلاثة يعني نجب عن فرعين وترك واحد زين نجد الناتج باستعمال ترتيب العمليات لدينا سؤال الثاني ألف ترتيب عمليات 8 زائدا 6 في 4 هاي تقسيم يمكن ما واضحة عندي والله ما عرف تقسيم لا تقسيم 7 ناقصا 3 في 6 بس أتأكد من هاي الإشارة وأرجع لكم نعم هاي الإشارة يعني الواضح أنها قسمة ما واضحة عندي جدا بالأسئلة راح نعتبرها قسمة الآن عندي ترتيب عمليات أعزائي ترتيب العمليات موضوع سهل بس أعرفه أبدأ بمن عندي قوس عندي ضرب عندي قسمة عندي ناقص ضرب الأقواس أولا بعديا القسمة والضرب آخر شي الناقص والزائد الأقواس أولا أول أبدأ عملية صح هذا زائد لكنه بما أنه بين أقواس أبدأ بالأقواس أولا 8 زائد 6 14 في 4 تقسيم 7 ناقصا 3 في 6 لاحظت الآن بهاي الخطوة كتبت عملية واحدة فقط ليش نستعجل عملية واحدة فقط الآن راح أضرب 4 14 وراح أضرب 3 في 6 4 في 4 16 6 باليد واحد 4 في 1 4 زائد 1 5 نزل السبعة ما نستعجل أنزل الناقص 3 في 6 18 صار عندي قسمة وطرح قسمة وطرح القسمة قبل الطرح 56 تقسيم 7 يعني شنو عدد أضربه في 7 2 56 اللي هو 8 صار 8 ناقصا 18 شوفو الحل يكون هكذا الحل يكون هكذا زين 8 ناقصا 18 نأخذ إشارة العدد الأكبر والأسوية 8 زائد ناقصا 18 لأن عندي طرح أعداد صحيحة تحول الطرح إلى جمع وأنط النظير للعدد الثاني عندي أعداد مختلفة والعملية جمع أخذ إشارة الأكبر وأطرح أخذ إشارة العدد الأكبر وأطرح من الأكبر السالب 18 نأخذ منها 8 ويساوينا سالب 11 السؤال الثاني فرعباء ماذا يقول السؤال الثاني فرعباء حل التناسب باستعمال الكسورة المتكافئة عندي 21 21 على 15 يساوينا 20 على 35 30 ليستعمالك سورة المتكافئة 21 على 15 يساوي نسين على 35 مثل ما علمتكم عزاي نقول وين إحنا نتركيزني يكون على الكسر اللي محلول اللي ما بي مجهول زين الـ 21 أيضا ما أركز على الـ 21 لأن مقابيلها سين أركز على الـ 15 مقابيلها 35 الـ 15 كيف صارت 35 ما صصير الـ 15 35 يعني لا هي ضربناها في 2 ولا ضربناها في 3 شنسوي بهذا الحالة؟ نختصر الكسر الأول إلى أبسط ما يمكن الكسر الأول يقبل القسمة على كم؟ يقبل القسمة على 3 15 بيكم 3 بيها 5 21 بيكم 3 بيها 7 فآن شصار عندي؟ صار عندي 7 على 5 يساوي نسين على 35 الآن أقول الخمسة كيف صارت 35 ضربناها في 7 إذن السبعة نضربها في 7 وجدنا مفتاح الحل الخمسة كيف صارت 35 ضربناها في 7 إذن نفس الوقت نضرب السبعة في 7 ونقول 49 على 7 49 7 في 7 49 وخمسة في 7 35 49 على 35 يساوي نسين على 35 إذن سين إذن أنتوا كتبوها جوا سين تساوي نكم 49 سين تساوي نكم 49 السؤال الثاني هكذا تجاوبونه السؤال الثاني فرع جيم أنتوا عدكم 3 راح أحللكم إياهن 3 تنو نترك واحد لازم تتركون واحد إذا عدكم فرع ترك السؤال الثاني فرع جيم اكتب معادلة تمثل المسألة ثم حلها ثم جد حلها 38 مطروحا من عدد يساوي 17 راح أحللكم السؤال وانتبهوا معايش راح أقول 38 مطروحا من عدد العدد نفرضه سين يساوي نس 17 38 مطروحا من عدد 38 مطروحا من عدد هذا الحل خطأ هذا الحل خطأ ليش؟ لأن إحنا شعلمناكم مطروحا من عدد هذا العدد لازم يكون بالبداية يعني سين هذا خطأ ما يصير بها الطريقة هذه لازم سين ناقص 38 يساوي يساوي 17 هكذا يكون الترتيب 38 مطروحا من عدد العدد لازم هو بالبداية مطروحا من عدد يعني العدد هو بالبداية المجهول هذا من عدد اللي ما نعرفه كم هذا يكون في البداية سين ناقصا 38 يساوينا 17 اش تعلمنا؟ تعلمنا ننقل العدد اللي مع المجهول ينقل للطرف الثاني حتى أجد قيمة سين بوحدها سين تساوي 17 منه إجاهة جتها الـ 38 لكن شا صير صير جمع أحسنتم الـ 38 الناقص منه نقلها للطرف الثاني صير ذائد سين تساوي 7 زائد 8 15 5 وبيليد 1 1 زائد 3 4 1 5 إذن سين تساوينا 5 و50 وما تنسون نكتب على فرع ترك نكتب على فرع ترك مثلا فلنفرض راح نترك تكتبون ترك على فرع 1 تكتبون ترك زي خلصنا السؤال الثاني نأتي الآن إلى السؤال الثالث السؤال الثالث سؤال الثالث 1 ماذا يقول السؤال الثالث ألف؟ سؤال الثالث ألف استعمل الأعداد ثنين ثلاثة ثمانية ثلاثين تسعة ثمانية للإجابة عن الأسئلة التالية أولاً ما القيمة المتطرفة؟ القيمة المتطرفة نجي نقرأ السؤال ثلاثة ثمانية ثلاثين تسعة ثمانية شي تلاحظون؟ أكو عدد يختلف عن بقية الأعداد إما كبير جداً أو صغير جداً لثلاثين أحسنتم ثلاثة ثمانية تسعة ثمانية كلها متقاربة إلا ثلاثين القيمة المتطرفة ثلاثين لأنها تكون حالية جداً عن بقية الأعداد ثانياً جد الوسط الحسابي والوسيط والمنوال مع القيمة المتطرفة هنا الوسط الحسابي مع القيمة المتطرفة ما مثل الكتاب الكتاب رايد مع القيمة المتطرفة ومن دون القيمة المتطرفة الوسيط مع القيمة المتطرفة ومن دون القيمة المتطرفة ورايد المنوال مع القيمة المتطرفة ومن دون القيمة المتطرفة فهذا الأسئلة بالكتابة. أتوقع والله أعلم في هذه السنة يريدون الوسط الحسابي والوسيط والمنوال مع القيمة المتطرفة فقط. والله أعلم أتوقع بس مع القيمة المتطرفة لكن أنتون تبوا أعزائي. شوف شرائد من عندنا. الركز من جاوب. الآن الوسط الحسابي مع القيمة المتطرفة. بسط الحسابي مع القيمة المتطرفة. ش يساوي مجموعة البيانات. تقسيم عدد البيانات. نجمع 2 زائد 3 زائد 8 زائد 30 زائد 9 زائد 8. تقسيم شقد عدد البيانات. تقسيم عدد البيانات 1 2 3 4 5 6 بيانات 6 بيانات. أعزائي اجمعوا عمودي تريدون تجمعون الأحد بعدين نجمعها لثلاثين. 2 زائد 3 هنا ما رح أجمع عمودي لأن ما عندي أحد وعشرات. 2 زائد 3 يلا معايا 5 5 زائد 8 13 عفيا. 13 زائد 9 22 22 زائد 8 30 عفيا عليكم. 30 زائد 30 60 نرجع مرة ثانية نتأكد. 2 زائد 3 5 5 زائد 8 13 13 زائد 9 22 22 زائد 8 30 و30 60. 60 على 6 يساوي أنه عشرة ويساوي أنه عشرة هذا الوسط الحسابي مع القيمة المتطرفة. أولاً لازم أرتب الأعداد تصاعدياً لا تسوون وسيط إذا ما ترتبون تصاعدياً الحل كله يطلع خطأ. لازم أرتب تصاعدياً. 2.3 بعد الثلاثة أش عدنا؟ ثمانية بعد الثمانية ثمانية مكرر نكتب نكتبه. 9 30 نتأكد كم عدد عندنا 1 2 3 4 5 6 هنا 1 2 3 4 5 6 ممتاز ما نسينا عدد. الوسيط. الوسيط هو اللي يتوسط الأعداد. أخذ رقم منها ورقم منها. رقم منها ورقم منها. هنا عندي الثمانية مع الثمانية 2 وسيط. لازم أجمعهم وقسمهم على 2. 8 زائد 8 16. 8 زائد 8 تقسيم 2. هي تطلع 8. الوسيط هو الثمانية. الوسيط أعزائي طلاع عندي عددياً. بس بما أنه متشابهين هو الوسيط الثمانية. الآن وأخيراً المنوال. المنوال مع القيمة المتطرفة. مثل ما تعرفون المنوال لا يتأثر بالقيمة المتطرفة. من أكثر تكراراً عندي؟ من عدد تتكرر؟ الثمانية. إذن المنوال هو ثمانية. المنوال هو ثمانية. أعزائي هذا الموضوع من المواضيع اللي كانت محذوفه. أتوقع هذا السنة يجع لي عشر درجات. فانتبهوا عليه. هو موضوع جداً سهل. جداً سهل. إن شاء الله سهل عليكم. عندي السؤال الثالث فرعباء. شي يقول السؤال الثالث فرعباء؟ أكتب عبارة جبرية لاثنين مما يأتي. يعني أتكم فرعباء تقدرون تجاوبون عن اثنين وتتركون واحدة. أيضاً عبارة جبرية. عبارة جبرية. يعني بس نكتب. يعني هي فقط نكتب العبارة جبرية. أولاً أكثر من حا زائد سبعة بمقدار 11. يعني قوس حا زائد سبعة أكثر من يعني زائد 11. كلش سهل. حا زائد سبعة بس ما ننسى القوس. ها زائد سبعة قوس معرف هذي قسمة زائد. المهم شو ما تكون احنا ننقلها ثانياً. ثانياً فا ناقصاً ثمانية. هاي فا ناقصاً ثمانية. مقسوماً على يعني تقسيم 13. ثالثاً. 44 مضروباً في هاي أربعة وأربعين مضروباً في قوس سين تقسيم خمسة. أعزائي هذا سو سهم هنا يعني أربعة وأربعين. دائماً القوس ما نكتب هذا الضرب أحسن. سين تقسيم خمسة يكونوا بهالطريقة هذه. أعزائي أرجوكم أرجوكم. العبارات الجبرية سهلة جداً. لا تضيعون الدرجات عليها. المنوال والقيمة المتطرفة سهل جداً. بس ركزوا بالحل. بس ركزوا بالحل. الله يرضى عليكم. سؤال الثالث فرعباء. سؤال الثالث. سؤال الثالث ألف وباء. حلينا ألف وباء. تمام؟ الآن عدكم العبارات الجبرية. أكتب عبارة جبرية لاثنين من ما يأتي. عدكم يريد اثنين. فوحدة منها نكتب عليها ترك. هكذا نكتب ترك. إذا نكتب ترك حتى نتعلم شون نجاو. حلينا السؤال الثالث. ننتقل إلى السؤال الرابع. ماذا يقول السؤال الرابع؟ السؤال الرابع يقول السؤال الرابع. أجب عن فرعين. أجب عن فرعين. عدنا ألف. باء جيم. نجاوب عن فرعين. راح أحللكم كل الأفرع معه ونترك فرع. بس أنا أحلكم يا للاستفادة. يراد فرش أرضية بقطعة من السجاد. الأرضية على شكل متوازي أضلاع طول قاعدته 8 متر. ارتفاعه 4 متر. جد مساحة قطعة السجاد اللازمة. نكتب وصلنا سين 4 ألف. هكذا ترتفون السؤال. سين 4 ألف. متوازي أضلاع. متوازي أضلاع. يريد مساحة قطعة السجاد. مو نكتب مساحة قطعة السجاد. نكتب مساحة متوازي الأضلاع. مساحة متوازي الأضلاع. قانون مساحة متوازي الأضلاع. عش يساوي؟ مساحة متوازي الأضلاع. يلا معايا. أحسنتم. طول القاعدة. مساحة متوازي الأضلاع طول القاعدة في الارتفاع. مساحة متوازي الأضلاع طول القاعدة في الارتفاع. مساحة متوازن الأضلاع طول القاعدة في الارتفاع نكتب ميم سين تساوي هذا الرمز للاختصار طول القاعدة كم من طينية؟ طول قاعدته 8 ميم 8 متر في ارتفاعه كم؟ 4 متر ميم سين تساوي 8 في 4 32 متر في متر متر تربيع متر تربيع هذا شنو؟ متر تربيع مساحة 2 30 متر تربيع مساحة السجاد اللازمة مساحة السجاد اللازمة سؤال الرابع باء ماذا يقول السؤال الرابع باء؟ إذا كانت الزاويتان عين ولام زاويتين متتامتين وكان قياس لام 23 درجة فما قياس زاوية عين عندي زاويتين متتامتين وحدة من الزاوية موجودة الزاوية الثانية مجهولة شو راح نسوي؟ نقول عين زايد اللام يساوي 90 درجة ليش؟ لأنهما زاويتان متتامتان زاويتان متتامتان فإذا كان لام هاي لام شقد قياسها 23 يعني عين زايدا 23 ينطينه 90 درجة طيب عين بوحد هشقد أنقل 23 للطرف الثاني عين تساوي 90 درجة ناقصا 23 درجة عين تساوي 10 هاي صارت 8 10 ناقصا 3 7 8 ناخذ منها 2 6 إذن عين تساوي 67 درجة السؤال الرابع جيم سؤال الرابع جيم جد ناتج ما يأتي جد ناتج ما يأتي 4 عدد صحيح 1 على 6 ناقصا 2 عدد صحيح 2 على 8 قوس في 4 على 9 عندي أيضا ترتيب عمليات ترتيب عمليات كسور أبدأ بالعملية ما بين الأقواس العملية ما بين الأقواس أولا ما يصير أضرب ديروا بالكم عندي قوس القوس أولا عندي طرح كسور اعتيادية أتخلص من العدد الصحيح ضربوا هنا وهنا زائد 6 في 4 24 1 25 هذا 25 وين نكتبه؟ نكتبه بالباست 25 على 6 ناقصا تنزل 8 تضرب في الاثنين ونجمعها مع الاثنين 8 في 2 16 16 زائد 2 18 نكتبها بالباست والثمانية نفسها في نكتب 4 على 9 نقول لها انتظري الآن انتظري على ما نحل القوس عندي هناك كسور اعتيادية والمقامات مختلفة كسور اعتيادية والمقامات مختلفة إذا ضربتوا 6 في 8 واختاريتوا 48 الحل صحيح وإذا قلنا الـ 18 تقبل القسم على 8 وتقبل القسم على 6 أي 18 لا ما تقبل القسم على 8 لا لو تسعي إذا نضرب 6 في 8 6 في 8 8 و40 8 و40 48 و40 بيها كم 6 بيها 8 8 في 25 فمن مرات 25 يعني 200 وأضربه 25 في 8 8 في 45 8 في 2 16 و24 ساوينا 200 ناقصا 48 بيها كم 6 بيها عفوا 48 بيها كم 8 بيها 6 6 في 18 هذه 6 في 18 6 في 8 48 6 في 1 6 يساوينا 108 108 في 4 على 9 الآن 4 على 9 لحد الآن تنتظر على ما هذا يصير كسر واحد 200 ناقص 108 200 ناقصا 108 يبقى عندي 92 لأن 10 ناقص 8 2 وهي صارت 9 ناقص 0 9 و1 ناقص 1 0 على 48 في 4 على 9 الآن اختصار 48 مع الأربعة هذه بيها 1 وهذه بيها 12 الآن 92 مع التسعة ما بي اختصار لأن هذا فردي هذا عدد زوجه وهذا عدد فردي ممكن 92 مع 42 الآن اضرب بسط في بسط ومقام في مقام 92 في واحد 92 12 فيه 9 هاي 12 فيه 9 9 فيه 2 18 8 بليد 1 9 فيه 1 9 11 108 هاي ممكن أختصر على 2 لأن هذا عدد زوجي وهذا عدد زوجي 2 هم تبللون القسمة على 2 الـ 92 الـ 92 بيها كم 2 الـ 9 بيها كم 2 بيها 4 بيها 4 ويبقى 1 12 بيها كم 2 بيها 6 المية وثمانية بيها كم 2 بيها 54 أيضا ممكن أختصر على 2 الـ 46 زوجي والـ 54 زوجي أختصرها على 2 بيها 23 والـ 54 بيها 25 ويساوينا 23 على 27 هذا هو حل السؤال الجيم سؤال الرابع فرع جيم وما ننسى هوش قايل بالسؤال الرابع أجب عن فرعين نترك فرع أي فرع أنتوا ما متأكدين منه أو أصلا أنتوا ما حليتوا نترك فرع السؤال الخامس سؤال الخامس فرع ألف أجب عن فرعين أيضا عندنا ألف وباء وجيم نجاوب عن فرعين فرع ألف البعد بين بغداد وكركوك 225 كيلومتر فإذا رسمت خريطة بمقياس 1 على 5 واربعين واحدين ثلاثة واحد على 450 ألف من البعد بين المدينتين على الخريطة أعزائي شو تشوفون هذا السؤال يا موضوع ست هذا موضوع مقياس الرسم أحنا تعلمنا مقياس الرسم أسوي خطوتيا أولا الخطوة الأولى هي كتابة القانون مقياس مقياس الرسم يساوي البعد على الخارطة على البعد الحقيقي البعد الحقيقي كتابنا القانون ثانيا التحويلات من تشوفون كيلومتر من تشوفون كيلومتر لازم أضربها في مئة ألف لازم أضربها في مئة ألف ميتين وخمسة وعشرين كيلومتر راح أضربها في مئة ألف مئة ألف من تشوفون كيلومتر بمقياس الرسم رأسا تضربونه في مئة ألف مقياس الرسم رأسا من تشوفون من تشوفون كيلومتر بمقياس الرسم هاي مو كيلومتر رأسا نضربها في مئة ألف ويساوي أنزلها لصفار واحد ثلاثة أربع خمسة صفار واحد في ميتين وخمسة وعشرين ميتين وخمسة وعشرين الآن مقياس الرسم والتحويل جاهز نبدأ بالتعويض زين هذا ش مكتوب؟ مقياس الرسم أروح على السؤال يقايل لي مقياس الرسم واحد عليه أربعمية وخمسين ألف واحد مين ثلاث أربع ملايين وخمسمائة ألف أربع ملايين وخمسمائة ألف مكان كلام مقياس الرسم أكتب هنا الرقم اللي ينطانياه بالسؤال الرقم اللي ينطانياه بالسؤال اللي هو أربع ملايين وخمسمائة ألف هذا سهم ما عليكم من عنده هذا شنو أعزائي؟ هذا مكان مقياس الرسم احنا اتفقنا نبدأ بالتعويض هذا مكتوب مقياس الرسم انا بالسؤال منطيني مقياس الرسم واحد على 4 ملايين و500 ألف هذا شنو هذا يساوي هذا خط كسر اكتب خط كسر شو مكتوب البعد على الخارطة كم البعد على الخارطة هو اصلا فم البعد بين المدينتين على الخريطة هذا مشهول ما عرف هو فما البعد بين الخريطتين فما يعني هذا السين ما نعرف البعد الحقيقي اللي هو هذا من طينياه بالكيلومترات وضربناه حولناه إلى سنتيمترات نكتب هذا الرقم البعد الحقيقي ما ننسى الأصفار ننقل هنا بصورة 25 صورة جيدة زيان شعندي الآن أصبح عندي تناسب أصبح عندي تناسب الواحد شون صار سين ما أعرف هو أصلا مجهول بس 4 ملايين و 500 ألف شلون صارت مليون 250 ألف كيف صارت هذه شلون سويناها بهالطريقة هذه هذه الأربع ملايين و 500 قسمناها على 2 قسمناها على 2 عفوا الأربع ملايين و 500 ألف كيف صارت مليونين و 250 ألف قسمناها على 2 إذن الواحد لازم أقسمه على 2 حتى ينطينا قيمة 20 واحد تقسيم 2 هاي واحد تقسيم 2 واحد بيكم 2 ما بيها حط صفر وحط فاصلة عشرة بيكم 2 بيها 5 في 2 عشرة إذن سين تساوي صفر خمسة سانتيم هذا البعد بين المدينتين على الخارطة البعد بين المدينتين على الخارطة هذا السؤال الخامس ألف ما ننسى فرع السؤال ألف الآن سؤال الخامس باء سؤال الخامس باء حدد العلاقة بين الزاويتين أدكم أولاً ما يحتاج ترسمون الزاوية أولاً شن العلاقة بين الواحد والاثنين زاويتان متقابلتان بالرأس زاويتان متقابلتان بالرأس زاويتان متقابلتان بالرأس الثلاثة والأربعة زاويتان متقابلتان بالرأس زاويتان متقابلتان بالرأس ثالثا الخمسة والستة الخمسة والستة على جهة واحدة من القاطع أحدهما داخلية والأخرى خارجيه على جهة واحدة من القاطع هذا ولي شنو؟ عفيه زاويتان زاويتان متناظرتان زاويتان متناظرتان وصلنا السؤال الخامس فرعجيم سؤال الخامس فرعجيم اختر مئة تلميذ من الصفوف الرابع والخامس والسادس وسألوا عن تفاصيل درس الرياضيات على غيره من الدروس فكانت الإجابة مدونة بالجدول عندي جدول يريد مثل البيانات في القطعات الدائرية تمثيل البيانات في القطعات الدائرية هذا هو حل السؤال يعني يريد قياس زاوية القطع زاوية القطع الشساوي عدد البيانات في القطع على العدد الكلي للبيانات فيه 360 دعجة نجي على الصف الرابع نقول قياس زاوية قطع الصف الرابع هو 35 شقد منطين الصف الرابع 35 شا سوي لالـ 35 35 فيه 360 على 100 منين جت نهاية المية هي العدد الكلي للبيانات جمعنا 35 زاعدا 25 زاعدا 40 تنطين 100 فحتى أجد قياس زاوية القطع للصف الرابع أقسم 35 أضرب 35 فيه 360 على 100 الصفر المئة يروح مع الصفر الستين لأنه عندي كسور 35 على 10 35 تقسيم 10 3.5 فيه 36 درجة ينطيني 126 درجة قياس زاوية قطع الصف الخامس أروح على الصف الخامس كم؟ 25 هاي 25 أقسمها على كم؟ على العدد الكلي للبيانات جمعناهم طلع 100 25 على 100 فيه 360 أيضا عندي كسور احتيادية صفر المئة يروح مع الصفر الستين أقسم 25 بها كم عشرة عند القسم على عشرة فإن الفاصلة تتحرك إلى جهة اليسار تصير 2.5 فيه 36 ضربنا ضرب بدون فوارس بعدين رجعنا الفاصلة الناتج طلع عندي 90 قياس زاوية قطع على الصف السادس الصف السادس كم؟ عددهم 40 تقسيم العدد الكلي للطلاب 100 حذفنا صفر الاربعين مع صفر المئة وصفر المئة مع صفر الاربعين لأن أنت بالقسمة تحذف الأصفار بالقسمة تحذف الأصفار ضربنا 4 فيه 36 ينطيني 144 الآن زاوية قطع على الصف الرابع 126 زاوية قطع على الصف الخامس 90 درجة زاوية قطع على الصف السادس 140 درجة وهذه رسمت لكم إياها بالمنقلة أعزائي هاي 90 هاي 126 وهاي 104 و40 مثل ما تعلمنا في رسم المنقلة استخدمت هاي المنقلة أعزائي لكن لاختصار الوقت لأنصار عندي 37 دقيقة حلينا هذا السؤال الخامس فرع جيم ما تنسون تتركون فرع كامل تتركون بالسؤال الخامس فرع كامل وأيضا هنا هناش عدكم عدكم هذه الزاوية الزواية عدكم وحدة ترك تكتبون عليها ترك وحدة من الزواية تكتبون عليها ترك وصلنا السؤال السادس سؤال السادس أجب عن فرعين عدكم ألف وباء وجيم تتركون فرع واحد سؤال تفكر عليها في ثلاثة أعداد مختلفة من واحد إلى ستة مجموعة 12 ما هذه الأعداد انحل هذا السؤال في الخطوات الأربعة وهذه حليت لكم يا أنا بالقناة موجود تفكر عليها في ثلاثة أعداد مختلفة من واحد إلى ستة مجموعة 12 ما هذه الأعداد أفهم المعطيات هناك ثلاثة أعداد مختلفة من 1 إلى 6 مجموعة 12 المطلوب ما هذه الأعداد أخطط كيف أحل المسألة أخمن وأتحقق وأعدل التخمين حتى أتوصل إلى الإجابة الصحيحة إذا فرضنا أن العدد الأول 1 العدد الثاني 2 العدد الثالث 3 ونجمعهم هل يطلعون عندي 12 1 2 3 3 زاعدنا 3 6 التخمين خاطئ زين خلي أفرض العدد الثاني 2 والعدد الأول 2 الثاني 3 والثالث 4 2 و3 5 5 زاعد 4 9 هذا الإجابة خاطئ زين ممكن يكون 3 والعدد الثاني 4 والعدد الثالث 5 3 زاعد 4 7 زاعد 5 12 إذن العدد الأول 3 العدد الأول 3 والعدد الثاني 4 والعدد الثالث 15 والتحقق ثلاثة زائدا أربعة شون خمسة عشر خمسة ثلاثة زائدا أربعة سبعة زائد خمسة عشر إذن الإجابة صحيحة إجابتنا صحيحة أكتب فرعباء أكتب على صورة نسبة في أبسط صورة سبعين سانتيم أربعة فاصل اثنين متر السؤال السؤال يعني ما كتبت لكم الأسئلة مسبقا حتى نتعلم كيف نجاوب وصلنا السؤال السادس فرعباء سؤال السادس فرعباء عدنا سبعين سانتيم وأربعة فاصل اثنين متر يريدها على صورة نسبة تعرفون النسبة بسط ومقام لكن هنا إياكم إياكم تكتبون السبعين والأربعة فاصل اثنين ستليش لأن عدكم هاي بالمتر لازم أضرب أربعة فاصل اثنين في في مئة لأن هاي بالسنتيم لازم أحول هذه إلى سنتيم أضربها في مئة من أضرب في مئة راح تتحرك الفاصلة وعندي بعد صفر زائد يصير أربعمية وعشرين سنتيم الآن صارت بالسنتيمات السبعين بالباست أول عدد بالباست سبعين سنتيم ثاني عدد بالمقام أربعمية وعشرين سنتيم تعلمنا الصفر مع الصفر يروح بالقسمة الصفر يطير صفر بالقسمة طبعا ما نكتب الوحدات لا تكتبون السنتيم ما نكتب الوحدات سبعة مع الاثنين وأربعين أختصر هذه بيها واحد الاثنين وأربعين بيها ستة اختصرنا على السبعة ويساوينا واحد على ستة ويساوينا واحد إلى ستة كتبنا ماذا النسبة في أبسط صورة ثانيا أربعة أشهر وثلاث سنوات ثلاث سنوات النسبة يعني أكتب بسط ومقام بسط ومقام هذا خليه بالبسط وهذا خليه بالمقام لكن وحدات هاي سنوات وهذه أشهر شلون أقسم أشهر على سنوات؟ هاي السنوات لازم أحولها إلى أشهر هاي الثلاثة لازم أضربها في أطنعش حتى تتحول إلى شهور لأن السنة فمع الشهر ثلاثة في أطنعش ستة وثلاثين الأربعة بالبسط هاي الأربعة بالبسط والستة وثلاثين في المقام اختصارات الأربعة بيها واحد ستة وثلاثين بيها كم أربعة بيها تسعة واحد على تسعة ويساوينا واحد إلى تسعة هذا السؤال السادس فرعباء السؤال السادس فرعجيم جد قيمة العبارة الجبرية جد قيمة العبارة الجبرية باستعمال قيمة المتغيرة المعطاة 32 تقسيم نون بس هنا تقسيم 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 لا زائد 32 زائد النون تقسيم 11 وحنا منطيني نون قيمتها 12 مكان النون راح أحط 12 تعويض في العبارة الجبرية 32 زائد النون 12 تقسيم 11 الأقواس أولا 32 زائد النون 40 راحة الأقواس 44 تقسيم 11 ويساوينا 4 أعزائي انتهت الأسئلة بحمد الله على سادس جاوبنا السؤال السادس تتركون فرع كامل يا فرع بكيفكم تكتبون عليه ترك الجواب صار طويل ليش أعزائي لأن ما تركنا أنتوا عدتكم سؤال كامل ترك وشفتوا كم فرع عدتكم ترك أعزائي أنتم مقبلين على الامتحانات ركزوا بالمراجعة وركزوا على المواضيع المهمة وصح هو السؤال يعني راح أنت تمتحن بكل الكتاب لكن ما راح يعني يجيب لكم أسئلة يعني مثلا راح يجيب لكم أسئلة من كل الكتاب راح تكون الأسئلة يعني من كل موضوع مع الدمادة وإن شاء الله هذه تعتبر مراجعة كاملة وشاملة إذا افتهمتوا عليها راح تفتهمون إن شاء الله كاملا أتمنى وأرجو من الله لكم التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا